موسيقى السيدات والسادة أهلا بكم من جديد وصلنا مع حضرتكم إلى هذه الفقرة الحوارية في صباح طيبة اليوم الخميس رئيس كيان شباب أهل مصر لمحافظات الحدودية ومؤسس مبادرة إبداء بنفسك السيد عبد الفتاح أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم يعني لو بدأنا نعرف مشاهدينا كيان شباب أهل مصر هذا الكيان المهم الذي أصبح له وجود في الفترة الأخيرة يريد نعرف أهم التفاصيل عنهم وكان أهل مصر للمحافظات الحدودية هي طبعا أعضاؤه أبناء وعشائر قبائل المحافظات الحدودية ست مناطق وطبعا هم بيتمتعوا طبعا هم خريجين أكاديمية ناصر عسكرية طبعا أخذوا دورات في الأكاديمية وطبعا تحت رعاية مكتب شؤون القبائل بإدارة وزارة الشباب والرياضة والدورات دي طبعا على أساس أن تسقيف الشباب على الأعمال والإنجازات بتاعة الدولة على أساس أنها تنقل من ناحية الشاب يجبع مسقف وعارف اتجاه الدولة استراتيجية الدولة خلال الفترة القادمة يعني طبعا رحنا إحنا أخذنا الدورات دي استفادنا منها استفادة كبيرة وبعد الدورات دي طبعا إحنا فكرنا قلنا بينا عدد كبير طبعا في ست مناطق قلنا لازم يكون فيه مظلة يعني يكون مظلة شبابية أن نحن نعمل يعني على أساس تعزيز العمل الوطني وتحفيز الشباب على أساس أن نحن نشتغل نتطوع طبعا على أساس بعد الجهود الدولة اللي بتبزله وبتعمل طبعا الدورات والحاجات دي طبعا مكلفة للدولة أن نحن نعمل رد جميل لكل شاب في محافظته أنه نشتغل ونشارك مع القيادات التنفيذية أن نحن نشوف اللي احنا شفناها مثلا طبعا القطط والحاجات الملموسة أن نحن نوصلها للمواطن ونشوف المشاكل والحاجات الموجودة عند المواطن نحن نوصلها بردك للتنفيذيين أن نحن نكون فيه يعني زي حلقة وصل ودعم للقيادة السياسية على أساس أن نطلع خلال الفترة ده من عنق الزجاجة جميل طيب إيه اللي عملتوه على أرض الواقع أولا طبعا نحن نشكر الأب الروحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو اللي تبنى الكيانات الشبابية وفيه بتاع حوالي 43 كيان شبابي في وزارة الشباب والرياضة وهو ليه دور كبير طبعا هو حبيب الملايين يعني حبيب الشباب كلهم طبعا عمل ليحة داخلية على أساس أنه من خلال الكيانات دي نقدم نفرز ونشتغل ويجبقى فيه يعني حاجة كده نواة نشتغل هي اعتبر الشباب هي المستقبل مستقبل مصر الشباب وكل حاجة بيحصل مثلا بيجبقى ليه لازم الشباب ليكون ليه بصمة خلال المشاركة اللي احنا عملناها الفعاليات اللي حصلت على أرض الواقع طبعا العرص الانتخابي اللي حصل في تاريخ مصر طبعا النسبة إلى اللي تلعوا طبعا يعني الفكر والتوعية والتسقيف الشباب هي اللي عملت الدور اللي احنا ظهرنا فيه كشكل مصر في الانتخابات الأخيرة طبعا احنا كيانات كلها عملت غرف كل محافظة وكل مكان في مستوى الجمهورية على أساس ان احنا ازاي نوصل المفهوم ان احنا نقدر نوصل للسندوق ونقدر نزوت ازاي والخدمات اللي احنا عملناها يعني كانت ملحمة للكيانات كلها وبعد فترة طبعا الانتخابات طبعا منقول طبعا نبارك لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاح الساحق اللي حصل واحنا طبعا بنبارك له وخلال الفترة الجاية دي طبعا فيه قوي عليه واحنا طبعا من اسوان جنوب مصر منقول له احنا كشباب وكيانات شبابية منقول له احنا في ظهرك ان شاء الله وطبعا الملحمة اللي حصلت ان احنا خلال الفترة اللي فاتت شغالين تسقيق في الشارع الاسواني عمتا يعني انا من ابناء اسوان شغالين دلوقتي على اساس ان احنا نبرز الحاجات الخطوات الايجابية اللي بيعملها الدولة ونوصلها طبعا للمواطن البسيط ونشوف المشاكل اللي عنده على اساس ان احنا نوصلها للتنفيذي عشان يقدر يحل يعني الحل الجزري اللي ينهي الموضوع المشكلة مع المواطن نفسه عشان كده طبعا احنا ايه يعني مناشكر طبعا السيد المحافظ اشرف عطية الموجودات اللي عاملها في المحافظة نعم والحاجات عمتا في انحاء الجمهورية احنا منشوف كل يوم التنمية اللي موجودة والحاجات اللي موجودة دلوقتي يعني طبعا حاجة جميلة وطبعا احنا خلال الفترة الجاية يعني في خطط كده ان احنا نساعد الدولة ان احنا في ايه الدعم السياسة والحوار المجتمعي في تعظيم الدور الشباب هاي على اساس ان احنا لبناء جمهورية جديدة هاي 20-30 ممتاز ايه تاني ممكن تدعانوا الدولة في يعني في ملفات كتير مساء وتشتعلوا فيها والله اول حاجة طبعا التوصيق يعني حتة التوصيق ان احنا كشباب يعني منركز ان احنا نوسق اي حاجة بنعملها على اساس ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي عملناها للمجتمع اه وتاني حاجة اه الحاجات اللي احنا نساعد فيه الدولة انه دلوقتي اي حاجة الدولة بتدي الحاجات يعني الاساسيات مثلا للمرأة والزول همم يعني فيه مميزات بتخلي الدولة ان احنا نيضا نساعدها يعني فيه حاجات كده مثلا الدولة بتفرزه مثلا زي المشاريع مثلا الموجودة ان احنا كشباب كيانات بنفرز الحاجات الموجودة والإنجازات الموجودة والسلبيات طبعا من قولها الموصلة للقيادة التنفيذية على أساس أن نحن نشوف الأخطاء والحاجات ده نقدر نعدي منها ملف زي ملف الأسواق تمام طبعا مشكورا كان مجلس الوزراء عملوا اجتماع أمس على أساس كان فيه مركز المعلومات يستعرض الحاجات الموجودة أيوة الدكتور يسامة جوهري طبعا بقرار طبعا من دكتور سيد الوزير يعني دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كانت داله طبعا على أساس أنه كان فيه اجتماع أمس أنه يكون فيه رقابة على الأسعار والتحديد وتزبيت الأسعار اللي موجودة يكون فيه رقابة عليها ما كانش فيه رقابة قبل كده طبعا دلوقتي طبعا السيد الرئيس بعد الانتخابات شغال يعني شغل من حديد على أساس أنه نحن نشوف تزبيت الأسعار والحاجات الارتفاع للأسعار اللي بيحصل والمنتجات الحاجات اللي بتتخزن دلوقتي فيه اتعامل قوانين الضبط للتجار اللي بيعملوا مثلا بيركنوا الحاجات السلع يعني يكون سلع موجودة في السوق وطبعا الفساد والحاجات اللي بيعمل المشكلة كل التجار بيغفوا الحاجات دي السلع على أساس أنه هم يجبليهم حاجات شخصية يرفع السعر يرفع السعر بعد دلوقتي الحمد لله تعطيش السوق تعطيش السوق على أساس أنه هو يقدر يبيع بالسعر اللي هو ينزبه دلوقتي طبعا فيه رقابة شديدة طبعا في الجماعيات الشركات المصرية بتاعت السلع وفي السوق نفسه المركز المعلومات ده دلوقتي بيعمل خطط وفيه متابعة يومية واسبوعية وشهرية يعني خلال الفترة الجاية دلوقتي ألاقي فيه تزبيت في موضوع الأسعار وفيه رقابة أحسن من الأولى ما احنا عاوزين كده المواطن البسيط عاوزين عاوزين أحنا ككيانات وكشباب أنساعد بردك وندي دعم للقيادة السياسية إن شاء الله طيب خلينا أتكلم معك أستاذ عبد الفتاح حسن عبد الحافظ رئيس كيان الشباب أهل مصر للمحافظات الحدودية عن دور الدولة المصرية أول فترة الأخيرة طبعا كان عندنا دور واضح حتى تجاه الأشقاء العرب في كل يعني الحدود الجغرافية لمصر كان دور مصر يعني كبير ودور مهم ودور يعني فعلا يستحق التقدير والتحية طبعا في المؤتمر الأخير طبعا كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أشار على أساس اللاجئين موجودين في مصر عشرة مليون نعم طبعا مع التضخم التعداد السكاني عندنا طبعا عشرة مليون ده بيجبقى حاجة صعبة في خلال الفترة اللي طبعا نحن بعد الجهود الدولة والبنية التحتية اللي شغالة نعم طبعا مصر اللي هي دور عريق نعم في الوطن العربي وفي العالم كله بجانب طبعا أهل غزة في مفاوضات على أساس نواف الاطلاق النار طبعا والحرب اللي حاصل في الفلسطين ومن ناحية طبعا المشكلة الموضوع مشتعل من ناحية السودان وغزة بس طبعا مصر يعني فيه جهود وفيه اجتماعات بتتعمل دلوقتي خلال الفترة الجاية على أساس تهديد وضع المنطقة آه حوالين الجمهورية طبعا غزة من ناحية وآه والسودان من ناحية طبعا يعني فيه جهد كبير كده من الدولة طبعا من السيد الرئيس نعم على أساس تهديد الوضع آه وآه وليه دور جامد طبعا وآه وفيه طبعا دور العريقة طبعا زي كبيرة مثلا زي أمريكا والصين طبعا بتيجي بتباشر مع من مصر على أساس أن هي مصر هي أعتبر يعني أم الدنيا وهي اللي هي اللي عليها طبعا باستقرار الوطن العربي كله نعم ده صحيح طيب عايزة روح لجزء تاني أستاذ عبد الفتاح آه منذ قليل نواهنا أنك مؤسس لمبادرة تبدأ بنفسك جمعا آه يعني هذه المبادرة آه لو أقول للناس خاصة أنها بتحارب طبعا يعني آفة ومشكلة كبيرة للأسف الشديد وهي المخدرات تكلمني على الفكرة جات إزاي واشتغلت عليها إزاي الفكرة جات طبعا مع الفترة الأخيرة طبعا كان بعد الثورة نعم آه في أيدي خفية طبعا عاوزة تعرق آه اتجاه مصري للتنمية وخطط الاستراتيجية اللي معمولة في مصر نعم في دول وأشخاص عاوزة مصري دي ما تتقدمش عشان كده طبعا هي الخطوات اللي هي كانت عملت فيه إن تعمل غيبابة للشباب أو أو تعمل عزوف آه الشعب المصري عن القرار نعم إنه إنه المخدرات ده طبعا في كل بيت فيه شاب وفيه رب أسرة طبعا عاوز يعمل تفكيك داخل الشعب المصري لإينا طبعا فيه الموضوع اللي دمان ده زاد وزادت يعني الشراسة تناول الجميع يعني زي ما بيقول يعني رقصوه على أساس إنه يكون متناول لأي شخص يصطب أكبر عدد أكبر عدد على أساس يدمر الشباب وخلال الفترة ده الفترة اللي جاية على أساس ما يلاقوش جيل واعي وفاهم على أساس طبعا عشان كده طبعا الفكرة جدت مع مجموعة من الشباب إن احنا نعمل مبادرة بعد مبادرة رئيسية كان أنت أقوى من المخدرات كانت سيد الرئيس عملها برعاية كابتن لعيب محمد صلاح كان هو الدع الرسمي دي الفكرة جدنا ابدأ بنفسك على أساس إن أنا بعد ما شاركت طبعا بالحملة المكبرة لإيد إنه أهم حاجة إنه هو يلازم الشخص هو اللي يبادر بنفسه نعم يعني المخدرات ده ما ينفعش إننا لازم تكون عندك إرادة عنده إرادة عشان كده طبعا احنا اخترنا ابدأ بنفسك على أساس إنه لازم يجبقيه المدمن نفسه أو الشخص اللي فيه المشكلة لازم يبدأ بنفسه عشان كده طبعا سمينا المبادرة ابدأ بنفسك والحمد لله يعني انتشرت في محافظة أسوان وعملت شغل يعني كبير لحد يعني احنا دلوقتي شغالين يوم الاثنين ويوم الخميس معالجة برضك في مستشفى السد لحد الآن يعني المبادرة ممكن بتاع حوالي سبعة سنين دلوقتي بس شغالة لحد يومنا أيوة يعني بتعرفوهم ازاي عشان حد يروح انت عندك قاعدة بينات بها بها وطبعا بنشكر طبعا الدكتور عمر عثمان هو المسؤول على السندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في منصقة لدكتورة ولاء عثمان سعد عرفة دي منصقة السندوق احنا منمشي طبعا عاملين برتكول من ناحية الجماعية جماعية ابناء النوبة انا رئيس الجماعية عاملين برتكول على اساس ان احنا نشتغل تحت مظلة حكومية ان احنا برضك يجب فيه على تحت نفق الدولة ان هو برضك الاعلاج دكتور عمر عثمان هو مساعد وزير التضامن وعملين برايكز عزيمة عزيمة في شرم الشيخ وفي الغردعة وفي إنا وفي المينيا وان شاء الله خلال اشهر يعني خلال عشرين لربعة عشرين في موقع يتعامل في اسوان الجديدة وان شاء الله هيتعامل عزيمة اسوان هنا ويكون فيه بتاع حوالي تمانين شخص في المستشفى ده وان شاء الله يعني هيكون حاجة كويسة ويكون خير لأسوان بإذن الله هل اللي خلصوا بكورس العلاج ده خلاص تعافوا الحمد لله ورجعوا للحياة تاني طبعا هو هدف من السماد ان احنا نوصل لأكتر نسبة مثلا للمدمنين والهدف منه اللي تعمل النتيجة دلوقتي ان احنا منخش على القرى وعلى المناطق بطرق الأبواب نعم فيه عندنا فيه مبادرين وفيه متطوعين من صندوق فيه بتاع حوالي 170 شاب نعم غير الشباب اللي احنا بتاع الكيان الشباب أهل مصر احنا برضك منعملهم دعم كامل لهم ومنعمل طرق أبواب ومنعمل تصقيف للسيدات وتصقيف للأسرة كلها نعم منعمل نظام مؤتمرات ندوات داخلية في كل قرية منعمل مثلا نظام جلسات كده مندي توعية من برضك منوزع ورق تبع الصندوق على أساس ان احنا ازاي طرق التعامل مع المدمنين ومع الشخص المريض وفيه طبعا فيه خط ساخن للصندوق على أساس ان لو فيه اي استفسار الاسرة رب الاسرة او اي حد يقدر يستفسر بدا كل ده كله سرية يعني بسرية كاملة صحيح يعني مفيش اي معلومات بتتصرب مفيش اي حاجة وفيه شيء مشكلة بيحصل له يعني بيتعامل معاك بكل بكل سرية تام يعني يعني شايف ان هذه التجربة من التجربة المهمة واحنا مكملين فيها وبالتالي انتو بتحق يعني احنا لو حاولنا او فكرنا نقول رسالة لهؤلاء الناس اللي هو مازال في طريق الادمان وبيفكر انه ربنا يكرمه ويقلع عن هذا يعمل ايه تقوله ايه والله طبعا احنا طريق الادمان ده هو طريق يعني ظلام اطبع مفيش فيه اي نور او فيه شفافية العققير والحاجات اللي بيعملها المدمن ما عليه الا فترة بسيطة بياخد فيها الفترة بتاعته وبينتهي بعد كده بيلاقي نفسه انه هو غير قادر انه يقدر يأكل غير قادر انه يمشي غير قادر انه هو يشتغل او يفكر عشان كده احنا طبعا اه مجمل الموضوع ان احنا بنمشي في نفق مزلم عشان كده طبعا اه مبادرة ابدأ بنفسك لازم تساعد نفسك لازم تطلع من النفق المزلم ده على اساس انك انت تقدر تحق لشخصك والكيانك بتجبقى شخص سليم عاقل اه كويس في المجتمع بتاعك شخص نافع نافع وطبعا الصندوق نفسه كمان بياهل للمريض بعد ما يقض الفترة العلاج بيدينه كمان حافظ انه فيه قروض بيتوزع للشخص انه هو يبدأ بشخصه ويمارس حياته العادية تمام سيد عبد الفتاح حسن عبد الحافظ رئيس كيان شباب اهل مصر للمحافظات الحدودية ومؤسس مبادرة تبدأ بنفسك انا بشكرك شكرا جزيلا انه وردنا واسعدتنا لا يخليك فانا شكرا جزيلا السيدات والسادة في ختم هذا اللقاء من صباح طيبة اليوم الخميس اتقدم لحضراتكم بخارس التحية والتقدير على حسن المتابعة واشكر زملائي الفريق التقني والهندسي وزملائي بغرفة الكنترول لهم مني كل التحية وكل التقدير واشكر الزميل عطا القاضي الذي اعد هذا اللقاء من صباح طيبة اليوم الخميس وزميل انشراح مصطفى مدير التصوير والاخراج لزميل خالد مهران حتى نلتقيكم ان شاء الله هذه تحياتي خالد سيد النوبي من أصوان لكم الحب كله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته